اغلقت اخر نافذة للسلام اليمني مع اعلان الامم المتحدة فشل المحادثات الاخيرة في اقناع الحوثيين بمبادرة الحل الاممية وعودة قيادات الانتقال للتصعيد في بعض المحافظة الجنوبية وبهذا الاغلاق يكون الاقتصاد الوطني على موعد مع مرحلة جديدة من الانهيار نظرا للارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد سبع سنوات والقطاع الاقتصادي يقاوم كل المعوقات والخسائر على امل ان تنتهي الحرب ويستعد انفاسه وعندما يصبح وقف الحرب مستحيلا سيرحل الى غير رجعة ويرحل معه بلد وشعب كون نقطة الانطلاق لتجاوز محنة الانهيار الاقتصادي هي وقف الحرب وبدون ذلك ستموت كثير من الانشطة الاقتصادية والاستثمارية تدريجيا وتتزايد البطون الخاوية في البلاد وستظل الميليشيات والكيانات الموازية للدولة مستمرة في نهب الموارد والتجارة بالسوق السوداء مع بقاء مئات الالاف من المواطنين بدون مرتبات مما يشكل عبءا كبيرا على شريحة واسعة من السكان اغلق نافذة السلام الاخيرة من شأنه ايضا ان يعزز حدة الصراع الاقتصادي ويفاقم حرب العملة مما يؤدي الى ارتفاع كبير للاسعار ويصبح قوت المواطن ومصدر رزقه والخدمات الاساسية رهن ميليشيات لا ترحم ومما يزيد من خطورة هذا الوضع هو غياب الحكومة الشرعية وامتناع التحالف السعودي الاماراتي عن دعمها فمنذ عودة حكومة معين الى عاصمة المؤقتة عدن مطلع العام الجاري لم تتلقى اي دعم سوى اربعة وخمسين الف طن من مادة المازوت مؤخرا لمحطات توليد الكهرباء وتشيك هذه الكمية على النفاذ ولم يرفع التحالف السعودي الاماراتي القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية في المناطق المحررة وما زال يعوق عمل المؤسسات ذات المردود الاقتصادي حتى في المحافظات الاكثر استقرارا كالمهرة وسقطرة وحضرموت وشبوى ومأرب الامر الذي يعوق اي نهوض اقتصادي وتحسين مستوى معيشة الناس وبفقدان الامل في نهاية قريبة للحرب ستتضاعف هذه التداعيات على نحو غير مسبوق لتدبير ما تبقى من اقتصاد يحتضر ووحدهم تجار الحروب من سيزدهرون ولا فخر